اشتركوا في القناة هذا التحديد قاموا بإضافة ميزة أو خاصية تسمى الغرفة ربما يقال والله أعلم بأن هذا التحديد أو هذه الميزة لها علاقة بالضرفية التي نعيشها لوباء كورونا إلى آخره لا يهم هذا الأمر لا يهم لا مشكلة في ذلك الغريب في الأمر أو المشكلة أن هذا التحديد هو طبيعي وعادي يعني هو طبيعي وعادي لمن يفهم الفايسبوك وكيف يشتغل وما يلميزة جديدة كذا كذا إلى آخره الأمر الذي ليس طبيعي وعادي وهو أنه منهم لا يفهمون الفايسبوك جيدا وتطبيقاته وكيف يشتغل وهذا التحديد كيف يعمل لأن ميزة الغرفة إذا أتتك دعوة يمكن أن تأتيك دعوة في أي لحظة من أصدقائك أو ربما حتى من جهة أخرى وبمجرد قبولك للدعوة اعلم أنك تصبح مباشرة أمام الكاميرا يعني الكاميرا كاميرات الهاتف الأمامية لهاتفك تشتغل بشكل تلقائي عند قبول الدعوة وهذا أمر خطير وخصوصاً الفتيات وحتى الشباب ربما مثلاً أنا في غرفة نوم لا أرتدي ملابسي أو ملابس كذا كذا خصوصاً الفتيات ربما في غرفة نومها ترتدي ملابس يعني داخلية أو أو فبمجرد قبولها للدعوة تشتغل الكاميرا بشكل مباشر وهنا تحدث الكاريتة هنا تحدث الكاريتة لأن الكل سيشاهدها كل من هو في تلك المجموعة أو الدعوة أو الحفلة أو سيشاهد تلك الفتاة وأيضاً حتى هي ستشاهد فيديوهات الآخرين لأن كلنا نصبح على الهواء مباشرة وتشتغل الكاميرا بشكل تلقائي إذن هناك طريقة بسيطة جداً جداً كل ما علينا هو الدخول إلى الإعدادات وإلغاء تشغيل الكاميرا بشكل تلقائي أو السماح لتشغيل الكاميرا والمايكروفون والموقع الجغرافي وبشكل تلقائي علينا ضبط هذه الإعدادات لأن هذه الإعدادات الكاريتة أننا كلنا نسمح بتشغيلها بشكل تلقائي وهذا أمر غير مقبول يعني علينا هناك مجموعة من الإعدادات علينا أن نسمح بتشغيلها بشكل تلقائي لا بد من أن نوافق عليها وقبل الموافقة نراعي عن أي شيء سنوافق فمسألة الغرفة هي مسألة خطيرة جداً والله خصوصاً على الفتيات وعلى الخصوصيات الكثير من المشاكل والله قد تحدث إذن علينا النعية وأن نفهم هذه التحديد الجديد إذن سأشرح لكم كيف تتفادون الوقوع في فخ فتح الكاميرا بشكل تلقائي وأن التطبيق أصلاً لا يمكننا حدفه من الفيسبوك فهو تحديد مدمج في نظام الفيسبوك وبرنامج الفيسبوك إذن نبدأ على بركتي الله مشاهدين الكرام شاهدوا معي جيداً لاحظوا معي جيداً أن أول شيء ندخل إلى الضبط إلى الضبط هنا لاحظوا معي إلى الضبط جيد لاحظوا معي ثم نتوجه إلى التطبيقات التطبيقات تذكروا جيداً التطبيقات ثم بعد ذلك نبحث على مسانجر أو الرسائل والفايسبوك مسانجر أو الرسائل بمعنى آخر والفايسبوك لاحظوا معي نبحث 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 أين هو الرسائل جيداً لاحظوا معي الرسائل يعني مسانجر التابع لتطبيق الفايسبوك ثم نبحث عن الترخيص أو الترخيص هنا جيد لاحظوا معي ثم نلغي تفعيل الكاميرا بشكل تلقائي هنا نلغي الرفض على أي حال لاحظوا معي ونلغي حتى المايكروفون أو الموقع الجغرافي وجهات الاتصال وإلى آخره ما يهمنا صراحة هو الكاميرا وأيضا المايكروفون حتى هو يعني عندما نلغي هذه الخاصية يصبح يعني مسألة لاحظوا معي مسألة الغرفة الغرفة يعني هذه التقنية تصبح يعني حتى إذا دعاك شخص آخر يعني تصبح يعني لا لا يتم تفعيل الكاميرا أو تشغيل الكاميرا الأمامية بشكل تلقائي إذن أتمنى إذن نعود نعود إذن قمنا إذن نعود لاحظوا معي نعود إذن قمنا بإلغاء الكاميرا بالنسبة لمسانجر الرسائل ونذهب أيضا إلى الفايسبوك الفايسبوك ها هو الفايسبوك ثم نقوم بنفس العملية التراخيص وإذن أنا صراحة سبق لما قمت بذلك إذن نقوم بإلغاء الكاميرا أيضا إذن أحبابي تمنى أن تكونوا قد يسفدتم من هذه الحلقة فصراحة هذه المسألة هي يجب أن تكون دائما بهذا الشكل حتى لا يتم يعني كشفك بشكل مباشر ورؤيتك ربما أحيان قد تنسى ربما أحد الأطفال قد يضغط على رسالة قبول الدعوة دون أو أنت أيضا قد تلمس إصبعك وتكشف الكاميرا بشكل مباشر وهذا أمر خاطر جدا جدا إذن أحبابي تمنى أن تكونوا قد سفدتم وأن تحضروا من هذه التقنية الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته